السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعتنا اليوم السبت 23 أيلول سبتمبر طبعا اليوم القمر موجود في برج الجدي ورح يظل موجود في برج الجدي خلال هذا اليوم وبرضو في عنا خبر تاني اليوم انتقال الشمس الي رح تنتقل من برج العذراء لبرج الميزان يعني كل عام ام وليد برج الميزان بكل خير والحلقة صارت موجودة على القناة حاولوا انك وتسمعوها لان هاي بتعطيكو 30 يوم قادمات ايش رح يصير معكو او رح يتركز على ايش الوضع في الثلاثين يوم القادمات فبتعرف كيف ترتب امورك طبعا القمر اليوم موجود في منزلة سعد دابح وهي منزل الى العلاج والفراق والخلاص او الحرية ورح يظل القمر موجود في هاي المنزل الى غاية الساعة سبعة وستة وثلاثين دقيقة مساء من مساء اليوم السبت لان ينتقل القمر بعدها لمنزلة سعد بلع وهي منزل الى العلاج او الفراق واتلاف الاموال والحرية طبعا القمر بما انه موجود في برج الجدي معناته احنا الان بفترة منسميها جميع الابراج طبعا منكون فيها اكثر عقلانية ومنحكم العقل اكثر من العواطف عشان هيك اللي بيعولوا على الامور العاطفية بهاي الفترة بدخلوا بالحيط حاولوا قدر الامكان تكونوا عقلانيين اكثر في حل جميع مشاكلكم وكل شيء بيقرقكم بعرف انه الامور ما رح تكون سهلة ولكن انه بدك تكون جاهز وتدرك انه الامور ما رح تكون سهلة بالنسبة لالنا البعض منها ممكن يكون متشائم اكثر علينا ان نعمل بجدية اكبر ما نعتمد على الحضوض نهائيا بهاي الفترة يمكننا ان نبدأ بعمل جديد او مناقشة او مقابلة او تقديم طلبات او اتباع نظام غذائي مثلا او متابعة كل ما يتعلق بشركات التأمين بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا اول امر رح نتكلم عنه اللي هو انتقال الشمس للميزان اليوم رح تنتقل الشمس من برج العذراء لبرج الميزان طبعا الحلقة صارت موجودة على القناة فيها تفصيل ممل جدا جدا فعشان هيك لازم تسمعوها لان هاي الحلقة يعني بتعطيك صورة لثلاثين يوم قادمات كيف رح يكونوا او عايش تركز ومن ايش تنتبه انتقال الشمس طبعا رح يكون الساعة ستة وتسعة واربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش من صباح اليوم السبت وبعدها بده ينتقل للميزان ورح يظل في الميزان لغاية الساعة اربعة وعشرين دقيقة عصرا من عصر يوم الاثنين ثلاثة وعشرين عشرة وبرضو رح نحكي عن الكسوف اللي رح يصير هو الكسوف الحلقي اللي رح يصير يوم اربعة عش عشرة فبما انه الشمس رح تنتقل للميزان يعني اعياد موليد برج الميزان فمنقول لجميع موليد برج الميزان كل عام وجميع موليد برج الميزان بكل خير وسعادة ان شاء الله اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث ايجابية بين القمر وبين عطارد هاي الزاوية رح تكون في تمام الساعة ستة وثلاثة وعشرين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش منشعر بقوة الفكر والقدرة على الادراك الجيد للامور بالاضافة لنشاط الذاكرة وسرعة البديهة بتزيد من خيالنا وبتخوي من ذاكرتنا ومنطقنا تمنحنا كفاءات للعمل التجاري وصير في عنا ثقة بالنفس ومنتقلق بفضلة سهولة تعبيرنا او طريقة ايصال معلوماتنا اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث ايجابية رح تكون بين القمر وبين المشتري هاي الزاوية رح تكون ذروتها ساعة عشر واثناشر دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش منهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كانها مشاكلنا احنا ومنحاول ان نساعدهم قدر الامكان يعني زي عمل انساني مثلا وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية بتمنحنا العطف والمودة وبنحضب الشعبية واليسر المادي والصحة والحضوة عند الجنس الاخر ونجاحات مادية كما عنها بتساعدنا على التعرف على اشخاص ذوي نفوذ وبتمنحنا تقدير رؤسانا بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الاكثر حساسية خلال هذا اليوم واللي ما لازم نعمل لها اي عمليات جراحية الا اذا كانت اضطرارية الركبتين والمفاصل العمود الفقري عضلات العمود الفقري الرضفة العظام الاسنان الاوتار الاربطة الجلد الشعر التحال جهاز التوازن طبعا يصلح في هاي الفترة اخذ علاجات او مرجعات طبية اذا شعرنا بشيء غير اعتياد لهاي العضاء ولكن كجراحة ما مننصح فيها بالنسبة لعمليات الجراحية لأي اعضاء في الجسم غير هاي الاعضاء ما فيها اي مشكلة هذا اليوم طبعا مناسب لعمليات التجميل ولكن مش كثير يعني بما انه الجلد والشعر هم الاكثر حساسية فانه يعني اذا بتقدر تأجلوها بيكون افضل ولا يصلح لازلت الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ لا طبعا لانه كيميكال مواد كيموية فما بدنا يخرب الشعر او ينحرق او هذا ولكن ايضا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما انه موجود في برج الجدي خلوق المسار القادم بيبدأ ساعة ثمانية وخمس دقائق مساء من مساء يوم الاحد اربع عشرين تسعة وبيستمر حتى تمام الساعة احداش وتسعة وعشرين دقيقة مساء بتوقيت جرينيش لا ينتقل القمر ويستقر بعدها في برج الدلو اما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المحدب عمره تسع ايام في تمام ساعة داعش وثمانية وعشرين دقيقة ظهرا بصير عشر ايام نسبة الاضاءة اثنين وستين في المية اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العذراء حتى يوم ثلاثة وعشرين تسعة هي الان منتحسة بنسبة عشر في المية ولكن في ساعات الصباح بتصير سعيدة بنسبة خمسة عشر في المية القمر في الجدي حتى يوم أربع وعشرين تسعة سعيد الان بنسبة خمسة في المية في ساعات الصباح بصير سعيد بنسبة ستين في المية اما في ساعات الظهر بصير سعيد بنسبة خمسة واربعين في المية في ساعات المساء بصير سعيد بنسبة سبعين في المية عطارد في العذراء حتى يوم خمسة عشرة سعيد بنسبة خمسة واربعين في المية الزهرة في الأسد حتى يوم تسعة عشرة سعيد بنسبة خمسة وعشرين في المية المريخ في الميزان حتى يوم 12-10 سعيد بنسبة 15% المشتري في الثورة بيتراجع حتى يوم 31-12 منتحس بنسبة 50% زحل في الحوت بيتراجع حتى يوم 14-11 منتحس بنسبة 15% أورانوس في الثورة بيتراجع حتى يوم 27-1 منتحس بنسبة 5% نبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 6-12 منتحس بنسبة 15% وبلوتو في الجدي بيتراجع حتى يوم 11-10 منتحس بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم القمر موجود في البيت العاشر عندكم معناته بتتركز جهودكم نحو العمل والعلاقات على مستوى عملكم وعلاقاتكم مع المسؤولين وبوسعكم إثبات جدارتكم والمحافظة على أعمالكم وإنجازاتكم وما بينفعكم العناد لأنه بيت السمعة فعشان هيك لا عناد ولا تحدي حتى لو اشتدت الضغوط حاول أنك تبرر عملك بشكل عقلاني أكثر يظهر مهارتك بشكل أكبر ممكن تكون الظروف معقدة أو صعبة وإنت طباعك اليوم وأفكارك مشتتي وعصبي نتيجة الغضب أو الاضطراب وبرضو في نفس اللحظة حاول قدر المكان أنك ما تغامر وما تجازف وما تشوه سمعتك بأي تصرف برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا القمر استقرب في البيت التاسع معناته بتنشطه في مجال السفر لبعيد والاتصالات لبعيدة وبتزداد رغبتكم برضو بالتقرب من الأحبة وتعزيز العلاقة معهم الفترة هاي مناسبة للامتحانات والمقابلات والسفريات أهمش أنه ما تجعلوا أي شيء يحبطكم التطورات غنية بالفرص المناسبة خلال هذا اليوم تنحصر عواصف الأيام الأخيرة وبترتفع المعنويات بشكل كبير وبتطمع إن خواطرك نسبيا فترة مناسبة للسفر لورشات العمل للاستيراد تصدير تجارة علم أي شيء برج الجوزة بالنسبة لأمواليد برج الجوزة طبعا بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة للأموال اللي معك شريك فيها هي هاي اللي راح تركز عليها خلال هذا اليوم وبظل في فرصة لمكسب بيجي من شراكة أو تعويض أو إرث أو مطالبة بالحقوق برضو صحتكم أو صحت قريب لعيلكم بتكون بحاجة للرعاية أو المراجعة الطبية أهم شيء إنه اليوم ما تتشبث بمواقفك المتصلبة وحاول إنك تكون مرن ومبتسم وتقبل الأمور بهدوء ناقش بليوني ودبلوماسية وتكلم وعبر عن أراك بجراءة وثقة وعن سابق معرفة ابدأ يومك بروح رياضية الأجواء جيدة فعشان هيك لازم تستغلها بعقلانية برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان بينصب اهتمامكم حول تدعيم شراكاتكم طبعا القمر الآن موجود مقابلكم تماما فعشان هيك التركيز اليوم بيكون على الشراكة المالية والعاطفية وعلاقة الأفراد مع ما بين الأزواج فعشان هيك جيد اليوم للمصالحة أو للتقارب الفكري ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب للقيام بعمل مشترك الأجواء ممكن يكون فيها بعض التوتر لأنه بما أن القمر موجود مقابلك معناة طاقتك ضعيفة ومتوترة فعشان هيك بدك تركز بشكل جيد وما ترتجل الأجواء ضاغطة نسبيا والمسؤوليات كبيرة حاول أنك تهدئ من روعك وما تنفعل واضبط انفعلاتك ما في داعي للتحور اليوم أي مشكلة راح تكون أنت الحلقة الأضعب فيها وأنت الخسران برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا القمر بما أنه وصل للبيت السادس معناته انشغلتي كثيري وعمالي كثيري فهذا الشيء بيخلي إما العمل يتراكم عندك أو بتضطر أنك تعمل وقت إضافي هاي أهم نقطة أرغم أنه في عندك قدرة على إنجاز الكثير من العمال لأنه برضو الشمس اللي موجود في الميزان بتدعمك بالطاقة والحيوية العالية جدا أهم مش إنه ما تهملوا صحتكم هاي فترة تعتبر فترة عمل جيدة فأبدك تكون أكثر انضباط وتنظيم ممكن تنشغل بأمور صحية أو مراجعات طبية أو حتى أمور رياضية فحاول على استقرار وضعك الصحي وممكن تقلق بشأن أحد المعاونين أو الزملاء في العمل أو أحد الأصدقاء وممكن بعض موليد برج الأسد يعملوا مقابلة عمل جديد أو بداية عمل جديد برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة طبعا اليوم يعتبر من الأيام المميزة جدا ورغم أنه القمر في الجدي ولكنه في البيت الخامس للكم ورح يكون سعيد بنسبة عالية جدا فاليوم بتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاخة معهم ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب لممارسة هواية أو نشاط فني أو التقارب مع الأحبة مع الأبناء هاي فترة يعني رائعة فيها مفاجآت سعيدة كثيرة فعشان هيك بتكون نظرتك للحياة متفائلة ممكن تندم على بعض التصرفات الأخيرة اللي شوي أثرت عليك بشكل سلبي حاول ترتيب الأمور فترة بناءة وإيجابية صحيح أنه في بعض موليد برج العذرة أو الأغلبية من موليد برج العذرة رح يركزوا ويستغلوا هاي الفترة بالأمور المالية لأنه هي اللي بتشغل فكركم بالفترة هاي فهي فترة مناسبة برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا التركيز رح يكون على أمور اللي لها علاقة بالبيت والعائلة رح يتركزوا عليها بشكل كبير جدا بوسع كود خال أي تعديل مطلوب على مسكنكم أو الاهتمام بأمور لها علاقة باستيجار بيت صيانة، تصليح، ترتيب، مناسبة، احتفال، خبر شوي هيك ممكن أنت كموليد برج الميزان يكونوا مضطربين شوي أو مرهفين الحس بعض الشيء بتشعروا بالارتباك وممكن تغضبوا بسرعة بسبب أي سوء تفاهم فعشان هيك بتكون تجنبوا الخصام والجدال كليا ومن المحبذ عدم القاء اللوم على الأحبة في أعمال، في انشغالات منزلية، في مناسبة حاول تأخذ الجانب الإيجابي والتقارب الإيجابي ابعد عن السلبية برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا اليوم نشاط عالي جدا رح يكون عند موليد برج العقرب باتصلاتهم وتنقلاتهم وسفرياتهم وحواراتهم ونقاشاتهم ما فيه يعني نشاط هيك حيوية عالية جدا وهذه الفترة تعتبر مناسبة للامتحانات والمقابلات وأيضا للي عندهم دورة تعليمية أو بدهم يخذوا دورة دراسية بدهم يتعلموا شيء جديد تتمتعوا بسرعة بديهة وخاطر عالية وباستطاعتكم مناقشة الأمور الصعبة وطرح الأفكار الجديدة ممكن تحصلوا على فرصة جيدة تبرروا من خلالها مشاعركم أو مواقفكم وبرضو اللي بيهتموا بالمساء اللي لها علاقة بالتكنولوجيا أو اللي لها علاقة بالاتصالات والمواصلات والسيارات فاليوم كثير الأمور ممتازة برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا القمر الآن في البيت الثاني يعني التركيز رح يكون على الأوضاع المالية الجو بيحمل فرص كثير اليوم لتحسين الوضع المالي أو مكاسب مالية هاي المكاسب تيجي عادة من عمل إضافي منكو أشخاص ممكن يحصلوا على هدية أو جائزة ممكن تحتاج لمساعدة من جهة ما أهم شيء أنك يعني ما تتكبر على الموضوع حاول أنك أنت تستغل الفرص في كثير من الدعم الطاقي بالنسبة لألكم وهاي الأمور بتعمل لصالحكم بتسهل عليك كثير من المسائل ممكن يعني هيك بعض موليد برج القوس يعني ينضحك عليهم من نصاب أو محتال فعشان هيك ما تسمحوا لأي شخص بأنه يغشكم كونوا حرصين على أموالكم وممتلكاتكم عزوزوا وضعكم المالي بشكل جيد برج الجدي بالنسبة لأموليد برج الجدي طبعا اليوم تبدأوا فترة إيجابية لأنه القمر خلص استقر عندكم بشكل جيد فعشان هيك فيه نشاط وحيوية عالية جدا غير الأيام الماضية الأيام الماضية كانت ضاغطة وطاحنة أيضا الآن بلشت هيك فيه نوع من أنواع التنفس بوسعكم السيطرة على زمام الأمور حاولوا أنكم تجدوا أشياء جديدة تبدأوا فيها أو تبحثوا عن أمور مميزة بتعيش فترة واعدة بكثير من الأمور والنجاحات فترة ممتازة بتقدر تدخل التنويع لحياتك الشخصية وفيه انفراج وفيه تسوية وبرضه بتكون ملفت للانتباه للجنس الآخر بشكل جيد يعني على كل المستويات تقريبا فيه أشياء إيجابية برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو وطبعا بتشعروا بالتعب بينال منكم لأنه القمر خلاص استقرب في بيت المتاعب عشان هيك هي فترة ضغطة ولكن الرحمة من ربنا أنه القمر رح يكون سعيد اليوم صحيح أنه رح يكون فيه هيك عدم رغبة للعمل والمطلوب منكم ما بتقدروا تنجزوه بالكامل يعني هاي التقلبات بسبب وجود القمر في بيت المتاعب حاولوا من فترة لأخرى أنك تخلدوا للراحة ولكن لا تحملوا عمالكم حاولوا أنك تعملوا بشكل روتيني هاي فترة رغم أنها محبطة وفارغة تماما من أي شيء إيجابي إلا أنه ممكن يطلع لنا بصيص أمل كعمل بشركة كبيرة أو مؤسسات كبيرة أو مراجعة مسائل العلاقة بالمستشفيات أو السجون ليه الأشياء الدولية الكبيرة هاي ممكن يصير الاهتمام على هذا المستوى ولكن أي شخص بيوعدك بشيء لا تأخذ بكلامه عادي جدا يعني أجل الموضوع لأنه ما رح يوفي بيوعده برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا بتنشطه اليوم نشاط عالي جدا اجتماعيا ممكن يتوجه الكدعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعده من لقاء الأصدقاء أو حتى ممكن يجيك اتصال من شخص من فترة طويلة أنت ما سمعت عنه أي شيء أو خبر مثلا يعني بتميله للتواصل مع الآخرين بتنجح في حجد التأييد أو الدعم لقضيتك بتتحمس للقاء الناس للتعارف للمشارك الفعلية على المستوى الاجتماعي يعني الأجواء جيدة فعشان هيك حاول أنك تستغل هاي الفرصة بعلاقاتك ومعارفك إذا عندك أمر أو مسألة بحاجة لا دعم أو مساعدة أو استشارة استشير أصدقائك لأنه ما رح يبخل عليك في هاي الفترة وحتى لو طلب الدعم معين ما حد رح يبخل عليك خلال هذا اليوم هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء